اشتركوا في القناة لنبدأ يا شباب أولا بالأهداف كعادتنا يتوقع منك بإذن الله في نهاية هذا الدرس أن تستخدم البرهان المناسب لإثبات القضية أو الفكرة ثانيا تبني النص الاستدلالي وفق الخطوات المنطقية وتتبع منهجية مناسبة لبناء البرهان المنطقي وفق المناهج الثلاثة الاستقراء والاستنتاج والقياس أولا ما هي البرهانة؟ عندما نتحدث يا شباب مع بعضنا البعض داخل الفصل أو داخل المدرسة ونذكر بعض القضايا والأحداث من حياتنا اليومية لأصدقائنا سيطلب منا بعض الزملاء إثبات صحة ما نقول سيطلب منا على سبيل المثال أثبت لي ما قلت برهن لصحة المعلومات التي تذكرها هنا في درسنا لهذا اليوم سنستعرض ما هي البرهنة وكيف تبرهن في كلامك عند حديثك مع الناس أو عند كتابتك لنص ما في أي مجال من مجالات الحياة أولا البرهنة هي استخدام الدليل والحجة البينة الفاصلة إذن استخدام الدليل والحجة البينة الفاصلة لماذا؟ لإثبات صحة القضية أو الفكرة أو الإدعاء ولها أسليب متعددة إذن أنا أستخدم دليل أو حجة بينة وفاصلة في أي موضوع من أجل إثبات صحة قضية أو فكرة أو إدعاء وأسليبها أولا البرهنة بالدليل الشرعي إذا ذكرت مسألة معينة وتريد تأكيدها لزملائك تبرهن عليها بالدليل الشرعي على سبيل المثال إذا طلبت من زملائك الاهتمام والعناية بوالديهم ثم تذكر قصص وأمثلة كثيرة ثم تبرهن على ذلك بالدليل الشرعي من القرآن وبالوالدين إحسانا أنت هنا استخدمت أقوى برهان من أنواع البرهين المستخدمة في إثبات القضايا أو الأفكار أو الإدعاءات في القضايا ثانيا البرهنة المنطقية بمعنى استخدام العقل والتحليل العلمي المنطقي لإثبات أي أمر إذا لم يتوفر لديك دليل شرعي فتستخدم العقل في برهنة الفكرة التي تريد إيصالها لزملائك ثالثا البرهنة بالتجربة العلمية على سبيل المثال لدينا بعض الأمور لا يمكن البرهنة فيها بالدليل الشرعي وأيضا يصعب إثباتها بالمنطق ولكن يمكن البرهنة عليها بالتجربة على سبيل المثال لو ذكرت لك أنني أستطيع تكوين اللون الأخضر من لونين الأزرق والأصفر يصعب علي إثباتها بالدليل الشرعي وكذلك بالمنطق ولكن عندما تجرب ذلك بوضع اللون الأزرق مع الأصفر سيتم تحويل اللون إلى الأخضر وهنا أنا برهنت على صحة كلامي باستخدام تجربة علمية ثالثا البرهنة بالتعليل بمعنى أن تؤكد صحة كلامك بذكر أسباب معينة تؤكد صحة كلامك رابعا أو خامسا البرهنة بالوقائع المشاهدة على سبيل المثال قد تذكر إذا سافرت إلى دولة على سبيل المثال دولة أستوائية كثيرة الأمطار والتقيت بمجموعة من سكان تلك المدن والمناطق وذكرت لهم أننا في مناخ شبه الجزيرة العربية يتميز مناخنا بالجفاف والحرارة الشديدة في الصيف وكذلك البرودة القاسية في الشتاء فسيستغرب بعضهم ويطلبوا تأكيد ذلك فسوف تقول الوقائع المعايشة والمشاهدة هي أقوى دليل على صحة كلامك أو المنطقة التي ذكرته فلو سافر شخص منهم وأتى إلى السعودية على سبيل المثال سيجد أن كلامك صحيح لماذا؟ لأنه شاهد ذلك بالواقع أيضا البرهنة بالإحصاءات ونتائج البحوث إذا ذكرت لشخص ما أن مرض كورونا كفان الله وإياكم شره ينتقل بالانتشار وكثرة التجمعات سوف تؤكد على صحة كلامك بذكر الإحصاءات ونتائج البحوث اليومية والتي تحدث بشكل يومي في هذه الأيام وقد ذكر ذلك معالي وزير الصحة في المؤتمر الصحفي قبل أيام حيث أكد نتائج أربع دراسات علمية أكدت أن التجمعات والاختلاط أدى إلى انتشار كبير لمرض كورونا في المجتمعات الأوروبية على سبيل المثال وهنا أنت استخدمت نتائج بحوث وإحصائات نأتي بعد ذلك يا شباب إلى بناء النص الاستدلالي أنت لديك فكرة معينة وتريد أن تضعها في شكل نص أو مقال يجب أن تتبع خطوات معينة لتضبط النص الاستدلالي بشكل سليم ولدينا في هذا المجال ثلاثة عناصر أولا يجب أن يكون لديك قضية أو فكرة أو ادعاء أو رأي بمعنى هناك شيء تريد أن تثبته تريد أن توصله للآخرين إذن الآن أنا لدي قضية ثانيا لديك حكم إذن لديك حكم تصدره تجاه الموضوع إما أنه صحيح أو خاطئ أو جيد أو سيء وأخيرا تذكر برهانا يثبت صحة حكمك إذن لو وضعناها بهذا الشكل ستكون أوضح أنا لدي فكرة أن التذخين يضر بصحة الإنسان ولو على المدى الطويل ثم أذكر حكمي أنه أثبت الدخان أنه سبب رئيسي لأمراض سرطان الرئة كفان الله وإياكم شر ثم أنتقل إلى النقطة الأخيرة ما هو البرهان بلا شك سأذكر نتائج دراسات وإحصاءات عالمية وأيضا سأذكر نتائج من الواقع بمعنى أن تأتي بأمثلة من الواقع بعض الأصدقاء والأقارب حصلت لهم هذه الأمراض بسبب التدخين بعد ذلك يا شباب ما هي مناهج بناء البرهان المنطقي دائما في أي عملية تواصل بين شخصين أو بين شخص وأشخاص هناك أسليب أو مناهج محددة لإثبات أو للبرهانة على صحة كلامنا إذن البرهان ما هو هو الوصول إلى استنتاجات عقلية من مقدمات مسلم بها وله ثلاثة مناهج كما ذكر أولا منهج الاستقراء بمعنى الانتقال من الجزء إلى الكل ومن المثال إلى القاعدة وفيه يقوم الكاتب ركزوا هنا يا شباب وفيه يقوم الكاتب باستخلاص قاعدة أو حكم أو قانون من عدد كبير من الأمثلة بمعنى تذكر مجموعة من الأمثلة ثم تصدر الحكم مثلا ينتشر كورونا في أمريكا بسبب التجمعات كما نشاهد الآن انتشار كبير حتى أنه وصل إلى أكثر من نصف مليون شخص ثم تذكر مثال آخر ينتشر كورونا في أوروبا بسبب التجمعات أو بسبب عدم الأخذ بأسليب الوقاية الصحيح ثم تذكر مثال آخر ينتشر كورونا مثلا في إيران بسبب التجمعات لاحظوا يا شباب أنا ذكرت هنا مثال ومثال ومثال مجموعة من الأمثلة من أجل ماذا أن أصدر الحكم لدي الآن حكم أن التجمعات سبب الانتشار كورونا ذكرت هنا أن التجمعات في أمريكا هي السبب وفي أوروبا هي السبب وفي إيران هي السبب من أجل ماذا؟ من أجل أن أصدر لك هذا الحكم التجمعات سبب الانتشار يجب أن تتجنب التجمعات هذا هو منهج الاستقراء ثانيا منهج الاستنتاج أي استنتاج قاعدة من مقدمتين كبرى وصغرى وفيه يقوم الكاتب بتقديم قاعدة كبرى مسلم بها ثم قاعدة صغرى منتمية إلى القاعدة الكبرى وأيضا مسلم بها ثم يستنتج حكما أو قاعدة إذن تذكر قاعدة كبرى متفق عليها ثم قاعدة صغرى مرتبطة بالقاعدة الكبرى وأيضا مسلم بها ثم ماذا؟ تصدر الحكم نذكر مثال نذكر مثال القاعدة الكبرى البطالة تسبب المشكلات هل تتفقون يا شباب معي في هذه النقطة؟ أن البطالة سبب المشكلات ما هي البطالة؟ هي عدم حصول الشباب على أعمال أو وظائف هل تسبب المشكلات؟ نعم هذه القاعدة الكبرى القاعدة الصغرى تنتشر ظاهرة البطالة في اليمن إذن أنا ذكرت هنا مثال في دولة ما أن البطالة تنتشر فيها ثم ماذا؟ ما الحكم؟ توجد في اليمن بعض المشكلات وسببها البطالة إذن هذه القاعدة الكبرى وهذه القاعدة الصغرى ثم وصلت إلى الاستنتاج ثالثا منهج القياس أي قياس مثال على مثال وفيه يقوم الكاتب بنقل الحكم المطبق على مثال معين إلى مثال آخر مشابه له في العلة أو السبب إذن أنا أقول أن الحكم المطبق في هذه الملاحظة ينطبق على هذه الملاحظة الأخرى لماذا؟ لأن السبب واحد لأن السبب المشترك بين الحالتين واحد نأخذ أمثلة المثال إندونيسيا الحكم حارة ورطبة جدا وكثيرة الأمطار لماذا يا شباب؟ لأنها تقع على خط الاستواء إذن الآن أنا ذكرت هذه الحالة والحكم المطبق فيها ثم أذكر مثال آخر أنقله بنفس السبب العلة والسبب هنا بسبب وقوعها على خط الاستواء إذن إندونيسيا حارة ورطبة بسبب وقوعها على خط الاستواء لنأخذ هذا الحكم يا شباب كاملا ونطبقه على دولة ثانية لنفس السبب مثلا الفلبين تقع على خط الاستواء إذن نقول بما أن الفلبين على خط الاستواء كما هي إندونيسيا إذن فهي حارة ورطبة وكثيرة الأمطار أنا نقلت الحكم من إندونيسيا إلى الفلبين والسبب أن الدولتين تقعان على خط الاستواء وهو يتميز بماذا يتميز بالأجواء الرطبة والحارة وكثيرة المطر نأتي بعد ذلك يا شباب إلى هذا التطبيق أمامك تطبيق لمناهج البحث أو الاستدلال المنطقي حاول محاكاة المثال بمثال مشابه لدينا أول هنا يا شباب منهج الاستقرار ركزوا معي في هذا المنهج أولا لدينا هنا كما ذكرنا في منهج الاستقرار أن تعطي أمثلة تتشابه في الحكم ثم تصدر حكم مثلا هنا كان فعل الناسخ يرفع المبتدى وينصب الخبر أمسا فعل الناسخ يرفع المبتدى وينصب الخبر أنا ذكرت هذه الأمثلة كان وأخواته ما هو الحكم الأفعال الناسخة ترفع المبتدى وتنصب الخبر إذن ذكرت مجموعة من الأمثلة ثم أصدرت عليها هذا الحكم ما رأيكم أن نطبق مثال إن حرف الناسخ ينصب المبتدى ويرفع الخبر إن حرف الناسخ ينصب المبتدى ويرفع الخبر أيضا أن حرف الناسخ ينصب المبتدى ويرفع الخبر أيضا كأن حرف الناسخ ينصب المبتدى ويرفع الخبر إذن القاعدة تكون الحروف الناسخة تنصب المبتدى وترفع الخبر لاحظ يا شباب أنها عكس الأفعال الأفعال ترفع المبتدى وتنصب الخبر بينما الحروف الناسخة تنصب المبتدى وترفع الخبر لاحظت يا شباب ذكرنا مثال مثال آخر مثال آخر ثم أصدرنا الحكم هذا هو منهج الاستقرار نأتي بعد ذلك يا شباب إلى المنهج الثاني منهج الاستنتاج وهو تعطي قاعدة كبرى ثم قاعدة صغرى مرتبطة بها ثم تصدر الحكم مثلا الأفعال الناسخة ترفع المبتدى وتنصب الخبر هذه قاعدة كبرى كلنا نتفق عليها ثم أصدر قاعدة صغرى مرتبطة بها أمسى من الأفعال الناسخة هذا قاعدة صغرى وما هو الاستنتاج إذن أمسى يرفع المبتدأ وينصب الخبر لأنه ماذا من الأفعال أنا ذكرت هنا الأفعال ترفع المبتدأ وتنصب الخبر هذه قاعدة كبرى قاعدة صغرى أمسى من الأفعال الناسخة والاستنتاج إذن أمسى من الأفعال الناسخة لماذا؟ لأنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر نطبق عليها مثال نقول الحروف الناسخة تنصب المبتدأ وترفع الخبر هذه قاعدة كبرى قاعدة صغرى لكن من الحروف الناسخة إذن لكن تنصب المبتدأ وترفع الخبر لأنها من الحروف الناسخة تعطي قاعدة كبرى ثم قاعدة صغرى ثم تصدر الحكم هذا هو منهج الاستنتاج أخيرا يا شباب منهج القياس أو المماثلة تعطي مثال بحكم معين ثم تنقله إلى مثال آخر بنفس السبب هنا ما زال يرفع المبتدأ وينصب الخبر لأنه من الأفعال الناسخة وقياسا على ذلك فإن ما دام ترفع المبتدأ وتنصب الخبر لأنها من الأفعال الناسخة أيضا لأنها نفس السبب نذكر مثال ليت ينصب المبتدأ ويرفع الخبر لأنه من الحروف الناسخة وقياسا على ذلك فإن لعل ينصب المبتدأ ويرفع الخبر لأنه من الحروف الناسخة أيضا إذا نقلت الحكم لماذا؟ لأنهما يتشابهان في نفس العلة بعد ذلك يا شباب للبرهنة على فكرة أو قضية يتبع الكتاب خطوات متسلسلة حاول اكتشافها في النص الآتي ذكرنا يا شباب عندما تريد كتابة مقال أو عندما تريد أن تتحدث في قضية ما يكون لديك فكرة ثم حكم ثم برهنة على ذلك في هذا النص يا شباب خلق الإنسان أو خلق الإنسان وموقف العلم منه الإنسان مخلوق من طين منه خلق وإليه يعود وقد قرر القرآن ذلك في مواضع متعددة من ذلك قول الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم هذه المقدمة جميلة تؤكد لنا خلق الإنسان هنا يا شباب ما الفكرة أو الحكم برأيكم بلا شك أن أصل خلق الإنسان من طين كما ذكر الكاتب هنا وكما ذكر هنا خلق الإنسان أساليب إثبات الحكم يا شباب أولا ذكر الكاتب دليل شرعي وذكرت لكم بأن أقوى البراهيم هو البرهان الشرعي إذن الكاتب استخدم أقوى البراهيم وكذلك أكد معلومته بالتجربة فقال وأجرينا خلونا نأخذ من بداية الفقرة وذلك ما يؤيده الواقع ويقره العلم فلو أخذنا قبضة من تراب الأرض وقطعة من جسم الإنسان وأجرينا على كل منهما عمليات التحليل الكيماوي لوجدنا العناصر التي يتركب منها الجسم مأخوذة من العناصر التي يتركب منها التراب مع اختلاف مقدار كل عنصر تبعا لأهمية الوظيفة التي يديها في الجسم إذن هنا يؤكد أن العناصر متشابهة وهذه العناصر تنتقل من تربة الأرض إلى جسم الإنسان بما يتناوله من الأطعم النباتية أو الحيواني لاحظوا يا شباب ذكرنا دليل شرعي وأكدنا بالتجربة العلمية وختاما خطوات إصدار بناء الحكم تصدر حكما ثم تبرهن عليه والكاتب هنا برهن بالدليل الشرعي وبالتجربة بعد ذلك يا شباب نعطي أدلة متنوعة لإثبات الحكم الآتي تتخذ بعض الدول مواقف مضادة للعولمة بعض الدول ترفض العولمة وما هي العولمة؟ العولمة أن تكون الدول منفتحة لبعضها البعض سياسيا واقتصاديا واجتماعيا إلى آخرة على سبيل المثال كما نجد في أوروبا الاتحاد الأوروبي كل الدول الأوروبية لا يوجد بينها حدود وتجد عملتها واحدة ومتشابهة في كل شيء على سبيل المثال أيضا لدينا في دول الخليج العربي تستطيع التنقل بين دول الخليج بالبطاقة الهوية هذه كلها تسمى العولمة أيضا الاقتصاد موحد تجد أن أغلب دول العالم ترتبط عملتها بالدولار الأمريكي وهكذا الآن نريد نؤكد هذه المعلومة بمجموعة من الأدلة تتخذ بعض الدول مواقف مضادة للعولمة نوع الدليل التعريف بالعولمة ما هو التدليل؟ نقول انفتاح العالم ثقافيا واقتصاديا وإلغاء الحدود أنا دللت على هذه النقطة بذكر التعريف أقوال المشهير العالم أصبح كالقرية الصغيرة وتداخل الثقافات غير مناسب هذه من الأقوال الشهيرة في موضوع العولمة أيضا التعليل بالأسباب تذكر أسباب معينة لماذا الدول ترفض العولمة؟ تقول تأثر الاقتصاد كثرة الاستيراد وقلة الوظائف وتذكر النتائج تؤكد كلامك بنتائج على سبيل المثال أزمة اليونان مع الاتحاد الأوروبي هذه الدولة عانت من مشاكل اقتصادية كبيرة جدا وأعلنت إفلاسها ولذلك تورطت دول الاتحاد الأوروبي في دعم هذه الدولة للنهوض باقتصادها لماذا؟ لأنها عضو في الاتحاد الأوروبي أيضا تذكر مثال من الواقع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريطانيا رفضت هذا الاتحاد وخرجت منه لماذا؟ لأن الأضرار أكثر من الفوائد وأخيرا تذكر إحصاءات تؤكد كلامك ما فعلته الصين من رفض لدخول شركات تويتر وفيسبوك وسنابشات لأنها ماذا؟ شركات أجنبية فالصين وضعت شركات بديلة لهذه الشركات هذا كل الأمثلة التي ذكرناها لتأكيد أن الدول أو بعض الدول ترفض العولمة أكتب موضوعا حول انتماء المواطن السعودي لوطنه باتباع الخطوات الآتية أولا التعريف بالوطنية نقول الوطنية هي حب الوطن والاعتزاز به وحمايته والدفاع عنه وصيانة مقدراته وثرواته ولذلك يجب علينا الآن من مظاهر تحققها الدفاع عن الوطن ومقدساته وقيادته وخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن الالتزام بالضوابط والتعليمات وبذل الجهد والإخلاص في العمل للنهوض بالوطن ثم تشتر حكم وتقول وأخيرا أقول وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه ثم تؤكد على كلامك وحكمك وتقول وكما تعرفون حب الرسول صلى الله عليه وسلم لمكة المكرمة فقال ما أطيبك من بلد ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك وهذا يؤكد على حب الوطن وأهميته بعد ذلك يا شباب نأتي إلى ملخص ما ذكرناه في درسنا لهذا اليوم أسليب البرهنة ذكرنا أولا البرهنة بالدليل الشرعي بعد ذلك البرهنة المنطقية ولاحظوا هنا يا شباب الأقوى فالأقوى بعد ذلك البرهنة بالتجربة العلمية ثم البرهنة بالتعليل ثم البرهنة بالوقاع المشاهدة وأخيرا البرهنة بالإحصاءات بعد ذلك يا شباب عناصر النص الاستدلالي ذكرنا أن تكون لديك قضية أو حكم ثم تصدر هذا الحكم من خلال النص وأخيرا تبرهن على صحة هذا الحكم باستخدام أحد البراهين السابقة وأخيرا يا شباب مناهج بناء البرهان المنطقي ذكرنا منهج الاستقراء ثم وذكرنا في منهج الاستقراء أنك تذكر مجموعة من الأمثلة ثم تصدر بناء على هذه الأمثلة الحكم النهائي وفي منهج الاستنتاج تذكر قاعدة كبرى ثم قاعدة صغرى مرتبطة بها ثم الحكم وأخيرا في منهج القياس تنقل حكما من مثال إلى آخر والسبب أن المثالين مشتركان في العلة أو السبب إلى هنا ننتهي من درسنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر